ورمز المدينة والصبر ونرفع شعرات الزير وننسونايا وننسونايا وننائبهايا وننموديرايا وننموديهايا وله الوازير حتى هو ورمز القامة والجوام وتحيان نضالية عبدالله أبو علي عضو المجلس الجهوي لتنسيقيا الوطنية الأساتذة الذي نفرض عليهics عمز يج بالجهة فيه مكنس اليوم شكل النضالي في الحقيقة هو ودعاقنا محاولة تحافظ ماء وجه الدولة محاولة حفظ وجه المؤسسات لأننا أمام كارتين ثانية اللي في الحقيقة نستغرب في مغرب القرن الواحد والعشرين أننا رغم للنداءات رغم للإصلاحات الدستورية التي كانت نادي بإدماج الأشخاص في وضعية صعبة أم لا في وضعية إعاقة نحن هذه الدولة هذا الشخص لا يحتاج إلى المدول هذا الشخص بكافة أنجح في الامتحان ودوزه هذا الأسنة هذا وجدان نجحاتهم سياحان على غير الباقي أبناء الشعب ولجاة العمل لها فإذا بنا كانت نصطدموا بواقع أنهم وقفوا لها التكليف بدعواء أنها غير قادرة بدانيا بالله عليكم نحن الآساتي دامنما نشتغل ره المجهود الدهني الذي نقوم به أكبر من المجهود العضلي ولا يتطلب العمل من المجهود العضلي إلا الشيء القليل الأستاذة تقف لا يوجد مشكلة بأنها توقف على رجلها الأستاذة لا يوجد مشكلة في النطق لا يوجد مشكلة في حاجة لا يوجد مشكلة في حاجة فرصة نسفض وضعية إعاقة إعاقة بشأنهم يشتغلوا لدى الأكاديميات الجهوية بموجه بعقود أو في طر النظام الأساسي يبغينا عليها أن نقول أنه عنصري نازي بالمئة في المئة البند اللي كيشير على أنه لا يسمحوا لمن ليست لديهم الخدرات البدنية على أنهم يشتغلوا وهو بند نازي نازي بالمئة في المئة بالله عليكم نازي وضعية صعبة من المفروض أننا نقلبوا على الطبيب ديالهم ونهيئ لهم أماكن الشغل ونفكروا في طريقة ملائمة باش أنهم يشتغلوا بشكل ساليس يعني في مهام تلائم وضعيتهم الصحية احنا كنترضوهم بالتالي احنا جينا كنتدوب بهذا الوضع وهذا الإشكال هذا رغمك يعنيش أننا مندفعين لأن الواقعة وقعت منذ تقريبا شهر من الزمن والواقعة وقعته ونحن كتنسيقية بادرنا إلى الأكاديمية إلى المديرية باش أنهم يشتغلوا يلقوا الحل هذا الواقعة قبل ما تخرج العالان ومور ما خرجت للإعلام حاولنا أننا ندركوا الموقف ونبوم لهذا الخطأ ولهذا المنزلق الحقوقي والإنساني اللي لمشوا في اتجاه أنهم يوقفوا الأستاذة أو اللي يطردوها فرهم كيرتكبوا جريمة إنسانية احنا لآن لما فقدنا الآمل وارتأينا وشنا أن هذه النساء كيما طلعوا مشايف يعني في طريقة ذي التسويف طول مما طالع ما كان لدينا من حل إلا أننا ننخذوا إضراب إضراب لمدة يومين جيهويا وإنزال الجيهوي والشكل النضالي اللي كنتشوفه من ورائي الآن هذا هو السبب والداعي لهذا المعركة شكرا وتحية تحية نضالية لجميع الأساسي دول الأستاذات من داخل هذا الشكل النضالي أنا عضو من داخل المكتب الإقليمي التنسيقية الإقليمية تازة جاءت هذه الوقفة هذه في إطار الهجوم على مجموعة دي المكتسبات من داخل التنسيقية الوطنية وبالضبط يعني إلغاء تكليف دي الأستاذة وجدان من داخل مديريات تازة من داخل مديريات تازة إحنا كمديريات تازة يعني خضنا معركة إقليمية كانت عبارة عن وقفة من داخل مديريات تازة اللي توجد بمسيرة داخل شوارع تازة بغرض أننا نسمع الصوص دينا لمديريات الأكاديمية فهذا السياق هذا يعني خاضت التنسيقية الإقليمية دي التونات معركة إقليمية كانت مسيرة تواجدت من داخلها لأستاذة وجدان وتبدت يعني القدرة البدنية دي لها باعتبار أنها جالت من داخل هذه المسيرة وعطات الكلمة وبينت الحيف اللي طالها الشوط الثاني من هذا المعركة هذا واللي دفعنا لي له هو التعنة ديال الإدارة لا سواء المديريات الإقليمية ديالتونات ولا سواء الأكاديمية وبالتالي يعني ما كان عنينا كتنسيقية كان قولوون الملف ديال أستاذ وجدان are هدى النظام هذا فهذا المجمل دياله كان يقولو أنه قائم من هذه النظام التعاقد اللي كسماه ت kicked off او في اطار التوضيف مع المؤسسة العمومية اللي هي الاكاديميات كان قولوا هده هده هي النتيجة الحتمية دينا التوضيف يعني وبالتالي الى غنشوفوا الحل الصحيح وان الدولة غتتعطى بشكل مفئول مع هده مع هده الامر هده هي اولا خصت تعجل بالدراسة دينا هده الملف هده وبالحل ديالو بشكل 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 جدري وكان قولوا ان الملف ديال اوسد دويج دان فعلاقته مع الاكاديميات احنا غنقوم السمرين في الاشكال النضالية دينا وكان قولوا ان دائما الفيصل بحالة الامر هده رهو الميدان وغنستمروا في الاحتجاج وغنسندوا لست دويج دان الى اخر رامخ متحية استاذ عبد الحافظة يتعمز عضو لجهنة الاعلام الجهوية لتنسيق الوطانية الاسا تفرض عليم تعقد بجهة فاسم كناس اليوم نتواجد امام الاكاديميات الجهوية لتربية وتكوين هنا في تجسيد الشكل النضالي الذي سطرته التنسيقية الجهوية والمتمتيل في يومين من الاضراب وانزا الجهوي امام الاكاديمية اردان على القرار التعسفية التي تتخذها الاكاديمية الجهوية لفاسم كناس المديرية الاقليمية بتونات وهذا القرار المتمتيل في يلغاء تكليف الاستاذة وجدا بدون تكليفها بمهم اخرى وهذا يعني يشير الى طردها من مهمها او محاولات عزلها وبالتالي يجهد شكل نضالي ردا على هذا القرار التعسفي وعلى اعتبار ان هذا القرار يمس جميع الاساتداء والاستاذات المفروض عليهم وعليهم التعاقد الذين قد يحدث لهم نفس الشيء ويصابون بامراض وبالتالي سيكون مصيرهم طرد من العمل نقلا للعمل القطاع الخاص الى القطاع العام وهذا ما تسعى اليه الدولة المغربية عبر مخططها الذي تسميه تشغيل الجهوي والذي هو التعاقد مع الاكاديميات وتفويت هذا التشغيل المؤسسة عمومية وبالتالي احنا في اطار تنسيقية الجهوية الاساتد نفرض عليه التعاقد بجهة فاسم كلاس ننددو بهذا القرار التعسفي ونكيد على اننا لن نتراجع الا باعادة الاستاذة الى عملها وتراجع على مثل هذه القرارات كذلك استمراران في المعركة النيضالية للموسم الخامس على التوالي من اجل اسقاط هذا المخطط الذي يسهده في الوظيفة او المدرسة العموميتين وانتزاع الايد ماشفع السلك الوظيفة العمومية بما هو حق مكتسب لابناء وبنات الشعب المغربي الخرجين ديال الجامعات والحاملين للشواهد وبالتالي تنأكدوا كذلك المسؤولين من ديال الاكاديمية والمديرية الاقليمية بتونات وعبرهم لوزارات التربية الوطنية والدولة المغربية والحكومة على ان التنسيقية لن تتراجع يعني عن الحقوق اللي هو الادماج في الاسلاك الوظيفة العمومية واسقاط هذا المخطط هذا كما ندين يعني عبر هذا الشكل التدخلات القمعية في حق جميع الاحتجاجات الشعبية السلمية يعني من بينها الاحتجاجات الرافضة اللي رافض جوة ستلقيح ومحاولات ايجبارية التلقيح وبالتالي يعني التدخلات القمعية في حق الشعب المغربي كان ننددو بها من داخل تنسيقية الجوية وكذلك يعني كان اعتبروه تضيق على الحريات اللي هي مكثولة بالمواتق الدولية وكذلك يعني كان ننددو بتدخلات القمعية اللي طالت الاساتدة والاستادات في الانزال الوطني الاخر بالربط وكذلك بالمحاكمات السورية والاعتقالات التعسفية اللي تعرضوا لها الاساتدة وتم الاحتجاز ديالهم لمدة 48 ساعة في المخافر ديال الشرطة وهذه ايهانة ايهانة الدولة المغربية وايهانة القطاع ديال التعليم واستهداف الشخص ديال الاستاد واستهداف للرمزية ديال الاستاد وهذا طبعا كيجي في خضم ديال المخطط اللي هو استهداف المدرسة العمومية وضرب القيام في هذا المجتمع هذا ولكن هذا لن يتنينا طبعا سيرا على درب الشهداء ودرب الشاهد التنسيقية عبدالله حاجيلي سيرا على هذا الدرب الى حين انتزاع الادماج واسقط مخطط تعقود وصون كرمات نساء ورجال التعليم اشتركوا في القناة